وهذا الغضب مذكور عدة مرات في أصفار الأنبياء في العهد القديم بسبب كسر العهد بسبب الارتداد بسبب التعاطف مع الشر بسبب ذبائح قدموا أولادهم ذبائح لمولوك وملكم آلهة الكنعانيين الوثنيين القدماء الرب أرسل دينونة على الجيش المصريين لما لحق في شعب إسرائيل الرب أرسل ضرباته على مصر الله أرسل ضرباته ضعفين على إسرائيل في العهد القديم مش بس التيهان في كتير مرات منع المطر منع البركة طبعا الرب صنع أمور يعني أرسل أرسل الموت والحيات المهلكة تكلم عن خراب وعن ضمار مثلا أور شليم تكلم عن السبي في العهد القديم سواء السبي الأشوري أو السبي البابلي وتكلم عن جهنم سواء يعني أكتر هاي الرسالة كانت في العهد الجديد فالله فعلا بطول باله لكن غضب الله معلن على أي أمة حاشة لي الأمة التي تخطئ عني أبيدها عن وشه الأرض النفس التي تخطئ موتا تموت لأن أجرت الخطيئة هي موت فالرسالة ما تغيرت الرسالة هي ماشي بالانسجام بالتسلسل كلها بتناغم سواء في العهد القديم وفي العهد الجديد نعم في العهد القديم يمكن بيظهر ناحية عدالة الله وبر الله بر الله هو شيء عمود في علاقتك مع الله والعدالة هي طبعا بيطلق بالظلم وبيتكلم عن الناس هذا الشيء أفقي بالتعامل الإنساني لكن إذا الله بيعطيك فرصة اليوم أنك التوب هاي من رحمته هذا من لطفه من عدالته من محبته من إحسانه اليوم الرب أعطاك نفس جديد الرب اليوم أعطاك فرصة جديدة الرب اليوم أعطاك إمكانية جديدة حتى فعلا ترجع والتوب إلى هذا الإله العظيم تغتسل من خطيئك وتقول له يا رب ارحمني فأنا بصلي من كل قلب أنه هذا يكون قرارك اليوم موسيقى موسيقى موسيقى